رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك الولات مست عدة ولايات مع إنهاء مهام ستة ولات حصيلة عمل الولات تحت مجهر رئيس الجمهورية الذي يؤكد في كل لقاء يجمعه مع ولاة الجمهورية ورؤساء الضوائر الانتخابية أنه لا مكان لكل مسؤول يتهاون في خدمة الشعب فالتقييم الدوري للمسؤولين يسقط في كل مرة أسماء لم يتمكن من تسيير شؤون ولايتهم منك مواطنين أن تكون هذه التغييرات أو هذه الإقالات أو هذه التعينات الجديدة في صالح المواطن في صالح التنمية في صالح رفع البروقراطية عن المواطن الجزائري كل مواطن الجزائري المستثمر أو المواطن العادي أتمنى أن تكون دفعاً نحو التنمية في هذه الولايات المتضررة خصوص الولايات التي كانت أصابتها الحرائق الكثيرة ولها آثار اجتماعية واختصادية على المواطنين لعل الأحدث الأخيرة التي عرفتها البلاد خاصة جرائم حرائق الغابات إضافة إلى تسيير ملف مناطق الظل الذي وضعه رئيس الجمهورية ضمن أولوياته كانت دوافعاً كافية لإجراء حركة جزئية في سلك الولات هذا من أجل إعطاء نفس جديد ودفعة قوية في تسيير الولايات التي مسها التعديل أن يكون هناك تقليد في المستقبل في الدولة الجزائرية أنه تكون المتابعة والمرافقة والمحاسبة عند التقصير لأن الموظف أو المسؤول في الدولة الجزائرية هو في الحق خادم للشعب خادم للمساح العام للوطن والمواطن حينما يكون هناك مسؤول في كل مستويات مركزي أو محلي لم يوفق أو قصر أو أخفق أو ربما ارتكب أخطى جسيمة ينبغي أن يحسب ويتابع ويغير ويقال وهذا سلوك عادي في الدولة وفي المؤسسات رئيس الجمهورية لا يتسامح مع كل مسؤول متقاعس في تأدية مهامه فالرئيس يعتمد على طاقة من تسيير كفء ومتمكن من أجل تجسيد تعهدته الأربع وخمسين التي التزم بها أمام الشعب